تتعرض المجموعة الكبيرة من قرود البابون للكثير من المخاطر لديها أعداء كثر وتعتمد في استراتيجيتها في حرب البقاء على قاعدة في الاتحاد قوة سنشاهد اليوم صراع القرود من أجل البقاء في البرية هذا القرد الصغير أخطأ الطريق فتسلق شجرة يلعب فوقها لكن كان هناك نمر مرقة نائم بالطبع إذا بقي هناك فسيكون فريسة سهلة لن يضيعها النمر المرقة على نفسه لكن ومع شدة فزعه وتسرعه وقلة خبرته سقط من أعلى الشجرة فأصيب إصابات أدت مع الأسف لموته أمه المسكينة غير مصدقة أن ابنها قد مات ومن طبيعة القرود أنهم يحتفظون بجثث أبنائهم طويلا قبل أن يتقبلوا واقع أنهم قد ماتوا بالفعل إنه مشهد حزين قد تبكي هذه الأم الثكلة المسكينة طويلا لكن عليها في الأخير أن تستسلم وأن تتقبل الواقع وتكمل مسيرتها في حرب البقاء وفي مشهد آخر أنثى النمر المرقة هذه تقتحم منطقة قرود البابون وبدأوا بالصياح عليها لترهيبها إنها تترصد يبدو أنها ستنتهز فرصة ما تترقب وتتحرك بخفة وهدوء تقترب وتقترب أكثر يبدو أن القرود غافلون في هذه اللحظة إنها أم لم تنتبه للخطر الذي أحط بها فصارت الآن فرسة تم الصيد بنجاح لن تتجرأ هذه القرود الآن على الاقتراب من هذه القطة الشرسة إنها تذهب بها بعيدا مخادعة وشرسة وها هي تقوم بقتلها لقد ضمنت عشاءها الليلة بالهناء والشفاء كما تعد اللبؤات أحد الأخطار المحتملة للقرود في الصافانة الإفريقية ورغم أنه من غير عادة الأسود أن تهجم على القرود لكن عندما تشتد عليها الظروف ستصطاد أي شيء قرد قاده تهوره وعبثه إلى المكان الخطأ فوجد نفسه محاصرا بين مجموعة من القطة الكبيرة المفترسة فضمنت هذه اللبؤات الجائعة عشاءها به إنه قانون الحياة البرية البقاء للأقوى أما هذا القرد فوق شجرة مثمرة يأكل في هدوء إلى أن تم رصده وفي حرب البقاء عليك أن تستغل فرصك كما ينبغي دون تأخر أو تضييع لأن الفرص لا تأتي دائما وهذه اللبؤة استغلت فرصتها جيدا ولم تتركها تضييع لقد استاضت هذا القرد المسكين الذي قدر له أن يكون فاريسة هذه الليلة إنه قانون الحياة البرية البقاء للأقوى وهذه الكلاب البرية أيضا تستغل فرصتها في حرب البقاء لقد تعاونت ضد هذا القرد الذي ضل الطريق فتم استياده لقد تحول أيضا إلى عشاء وهكذا هي حرب البقاء كل حيوان يعتمد على استراتيجياته وخططه للاستمرار وفي أحد أندر المشاهد التي تم رصدها في البرية أنثى النمر المرقة هذه إذا كنت تظن أنها قامت باستياد صغير البابون حدث الولادة هذا فأنت مخطئ لقد رصدتها الكاميرات وهي تصطاد أنثى قرد كبيرة وبعد أن استضتها وقتلتها انتبهت إلى صغيرها هذا الذي كان حيا وكان لا يزال متشبثا بأمه المقتولة فما كان من أنثى النمر المرقة هذه إلا أن قررت أن تحمي هذا الصغير الضعيف القادم على الحياة حديثا من أخطار محتملة بعد أن فقد أمه في البرية تعطينا الطبيعة إجابات عن أسئلة ربما لم يتعلم الإنسان طرحها بعد كيف ولماذا؟ قررت هذه القطة الشرسة حماية هذا الصغير أليست غريزتها تدعوها إلى أن تفترس أي شيء يمكن افتراسه؟ إن هذه الحكاية تشبه حكاية الخير والشر في العالم مهما بدلنا الشر والظلم منتشرا وطاغيا فإن الله يخبئ لنا في مكان ما الكثير والكثير من الخيرات هذا الصغير قدر الله له أن يعيش ولو في أحضان قطة مفترسة كبيرة إلى جانب الشراسة والأنانية والرغبة في السيطرة والقسوة زرع الله داخل هذه المفترسات التي تبدو عديمة الرحمة في البرية الكثير من الرحمة والرأفة والمشاعر الجياشة ومن الأعماق أخرجت هذه القطة الشرسة أمومتها وحنانها الكبير فعطفت على هذا المولود المسكين الذي لم يشعر أساسا بالخطر تجاهها بل إنه الآن يعتقد أنها أمه وهذا ما يدعونا إلى التأمل والتفكر في حكمة الله ورحمته العظيمة فسبحان الخالق البديع وبعد أن شاهدنا القرود تتعرض للمخاطر الآن سوف نشاهد القرود عندما تغضب إنهم ينادون على بعضهم البعض ويتجمهرون ضد عدو يقتحم منطقتهم هذا النمر المرقط قاده العطش الشديد إلى المغامرة بحياته لكن غريزة البقاء لدى القرود في آخر لحظة هجموا عليه في لحظة واحدة وعليه أن يهرب بجلده لا يمكن الاستهانة بقوة القرود لأنها تعتمد في استراتيجيتها في حرب البقاء على التجمهر والعيش ضمن مجموعة كبيرة تصل إلى مئات الأفراد الخطر الأكبر ليس على القرود البالغة بل على الصغار لذلك تكون قرود البابون أحياناً عدوانية جداً لتبقي مستوى الأمان مرتفعاً دائماً كما تتميز بالذكاء الحاد والتخطيط الاستراتيجي فمثلاً تقوم بتسلق الأشجار العالية والأماكن شاهقة العلو لتحمي نفسها من الحيوانات المفترسة بفكه القوي والبارز والأنياب الطويلة والحدة وقوة أطرافه وذيله الطويل لدى هذا الذكر قدرات دفاعية أكبر يحمي بها قطيعة من الدخلاء والمفترسين في البرية لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر في تقديم هذا المحتوى المميز والعجيب ترجمة نانسي قنقر